موسيقى موسيقى أهلاً أعزائي المشاهدين منواصل دراستنا عن شخصيات ميلادية حديثنا اليوم عن شخصية عظيمة جداً شخصية يوسف النجار يوسف النجار ابن الناصرة في مدينة الناصرة في كنيسة البشرة رح نتكلم عن هذه الشخصية العجيبة أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة معي ورح تكون سبب بركة لحياتك سأعود بعد هذا الفاصل فيوسف رجلها إذ كان باراً ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سراً ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملك الرب قد ظهر له في حلم قائلاً يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابناً وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطايات أهلاً أعزائي المشاهدين من الأراضي المقدسة من مدينة الناصرة عند كنيسة البشرة رح أتكلم عن شخصية مميزة يوسف النجار يوسف ابن الناصرة خطيب القديسة المطوبة مريم العذرة الناصرة بلد متواضع جداً بلدة فقيرة مبنية على جبال عالية وتلال جميلة ومروج تطل على أماكن حلوة عديدة حول الناصرة في هذه البيئة وفي هذه المنطقة عاش يوسف النجار طبعاً مكتوب أنه كان خاطب القديسة المطوبة مريم العذرة خلينا أقول شيء في هذا الصدد الخطوبة كانت تعتبر مثل وثيقة الزواج تبتدأ العائلات طبعاً بتعرفوا على بعض وبيعلنوا هذا الشاب والشابة لبعض وبعدين بتحدث الخطوبة الفعلية اللي هي زي ميثاق والخطوبة عادةً بتأخذ سنة ولكن طبعاً لا يمارسوا الجنس إلا بعد الزواج وطبعاً احتفال الزواج هو عدة أيام وبيكون فعلياً بيدخل في عهد مع زوجته يوسف كان خاطب القديسة مريم العذراء وخلينا أقول يمكن كتير ما منعرف عن يوسف النجار لربما ظهوره إلى جانب العذراء العظيمة اللي حجبت نورها نوره طبعاً من تفوقها الباهر وطبعاً من حياتها الفريدة جداً لكن طبعاً لا يخلو من عظمة يوسف لأنه يعتبر واحد من أعظم الشخصيات اللي عرفها التاريخ هو ابن الناصري شغله كان نجار وكلمة نجار تكتون هي بتعني هان ديمان الشخص اللي بيعمل في إيديه والتعارفة هاي البلاد مشهورة بالحجارة فممكن بيشتغل بين جارة والحجارة والبلد الكبير بجانب الناصري بلد روماني اسمها صفورية معظم الرجال تاريخياً كانوا بيشتغلوا بصفورية بحسب كتابات يوسف الناصري طبعاً رغم أنه كانت متواضعة لكن بلد زراعي وتجاري لأنه بتقع على التجار الطريق التجاري وبيتعاملوا أيضاً مع الأمم لهذا السبب يمكن سمعتها كانت رديئة بالنسبة لمناطق أخرى مثل أور شليم على أي حال الله اختار يوسف النجار حتى يكون بطل القصة في هذا الموضوع في ابن الناصرة فقير مادياً لكنه شريف وأخلاقياته عالي جداً يعتبر من أنبل الناس الغريب في كل الموضوع لم نسمع كلمة منه بل ما قيل عنه يعني من فترة لفترة منسمع أن مريم العذراء بتتكلم سألت الملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلاً وتكلمت عندما تقابلت مع ألي صباط وتكلمت عندما كانت في قاناء الجليل وتكلمت عندما ذهبت إلى كفر نحوم وقالوا ليسوع أمك وإخوتك ينتظرون في الخارج وطبعاً عند الصليب نرى مريم ولكن أيضاً من فترة لفترة من شوف تتكلم الغريب لا نقرأ كلمة واحدة عن يوسف ولكن ما قيل عنه وما يعني شو الإحساس اللي كان في داخله بحسب طبعاً البشارة يوسف النجار يعتبر من سلالة الملوك بيرجع طبعاً تاريخه إلى الملك داود وإلى سليمان الملك ومن صبت يهوذة أما العذراء فهي من نسل داود لكن من ناثان ابن طبعاً داود الملك على الأرجح يوسف النجار كان كبير بالعمر لأنه ما منسمع كثير عنه آخر كلمات عندما قالت مريم ليسوع في القدس كنا أنا وأبوك معذبين نطلبك وكان كلام المسيح لمريم ويوسف ألم تعلمان أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي والأقوال الأخرى اللي قيلت عن يوسف هي عن مهنة يوسف وعن سكنة يوسف في النصر أليس هذا ابن يوسف النجار أليس يعني من هذا المكان بيسكن نحن عارفينه ومنعرف كل شيء فهذا كل ما منعرفه عن يوسف النجار لكن اللي منعرف أنه كان شخص بار مستقيم عنده مصداقية مطيع لكلمة الله أخلاقيات عالي جداً كان يخاف الله من شخصيته من استشف أنه كان لطيف جداً وسمح القلب ورقيق المشاعر كان حساس لصوت الله وحساس لسماع صوت الله وحساس لمشاعر مريم أيضاً اهتم بالعذراء مريم اهتم في إيواء المسيح وحمايته أخذ العذراء إلى بيت لحم أخذ مريم ويوسف إلى مصر وهذا بعبر عن حكمة يوسف أنه كان حكيم وأيضاً كان حاضن ومربي ليسوع وأيضاً علم يسوع مهنة إنجارة فإذن ارتبط اسم يوسف بيسوع وارتبط اسم يسوع أيضاً بيوسف ولسيما في السجلات الرسمية الحكومية في السجلات الرومانية وعندما راجع إلى الناصرة ترك اليهودية أرخلاوس لأنه كان قاسي جداً وحما يوسف ومريم ورجع سكن في مسقط رأسه في بلدة الناصرة حياة ليست جداً وحما يوجد مهنة إنجارة من وصل دراستنا وحديثنا عن يوسف النشجار حتى استرجع الزكريات شوية لورا أن يوسف كان خاطب مريم وعايشين في قرية الناصرة في يوم من الأيام جاء الملاك جبرائيل وبشر القديسة مريم العذراء أنها ستحبل وتلد ابن وتدعو اسمه يسوع وبيتكلم عن مواصفات يسوع سألت مريم كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلاً بعدين الملاك بيعطيها علامة هو ذا نسيبتك الإصابات وهي حبل ببن في شيخوختها تركت مريم الناصرة وذهبت إلى اليهودية إلى جبال يهودة إلى مدينة يهودة اليوم البلد عين كارم وتقابلت مع ألي صبات وأكدت ألي صبات على هذا الموضوح بروح النبوة والإعلان من أين لي أن تأتي أم ربي مباركة ثمرت بطنك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرت بطنك وعندما ولد يحنى رجعت مريم إلى الناصرة هون على الأرجح يوسف شافها وكانت حامل وطبعاً الفكرة والموضوع صعب جداً فالخطوبة هي زي زواج وهون منشوف شخصية يوسف النجار كان بيمتلك صفات يستحق الإعجاب مثل ما ذكرت أنه كان بار كان متعقل كان حساس كان متجاوب مع الله وعلى فكرة كان ضابط نفسه ما أخذش يعني الأمر بغضب وبانفعلات وإثارات إلى آخره بكل بساطة كان رجل الطاعة كان رجل الإيمان وهو أيضاً رجل اللي بيثق في مواعيد الرب فعندما سمع لربما من مريم نفسها أنها حامل هون مر طبعاً في تجربة قاسية جداً في صراع نفسي صراع بين العقل والقلب مكتوب أنه عندما سمع لم يشأ أن يشهرها علانيةً أراد تخليتها سراً فإذن قلبه يصدق كل كلمة اللي طلعت من المباركة القديسة مريم العذراء ويعلم عن طهارة مريم وعن قداسة مريم وعنده القناعة الكاملة أنه كل كلمة بتحكيها مريم أنه ما بتكذب فيها وبيصدق هو أمام هالة من القداسة والطهارة والنقاوة ومدرك أيضاً عقلياً أنه استحالي أنه لا سمح الله مريم ترتكب هذه الخطيئة أنه تعرف شخص تاني فهو كان محتار بين عقله وتفكيره وبين قلبه وتصديقه عقله كان بيتمزة هي أيضاً قالت للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلاً فابتدأت تشرح ليوسف عن كل هذا الموضوع يقول الكتاب عن يوسف أراد تخليتها سراً لأنه كان شخص حساس نبيل شهم أخلاقياته عالي جداً فإخلاء يعني السبيل هو بكلمات بسيطة أن يعطي كتاب للطلاق ففي طريقتين الطريقة الأولى هي الطريقة العلنية تعالوا يا شيوخ تعالوا شوفوا الوضع أنا خطبت هذه المرأة وهي حامل أنا بريء من هذا الموضوع هنا أحباء بيشهرها علناً طبعاً يعني بيسيء بسمعتها وبمركزها أيضاً وبعرضها للخطر وبعرضها للموت لكن أخذ الطريق الثاني من هذا الإخلاء أنه الطريق السري هو بكل بساطة بروح للرباي وبيجيب شهود اتنين معاه وبيقول أنه أنه هي حامل بس أنا مش عاوز الأمر يكون علناً مش عاوز فضايح أنا عاوز أتركها يعني سراً والشهود اتنين بيشهدوا على صدق يوسف بيعطيها كتاب الطلاق وهي طبعاً هي حرة تروح تسافر ترجع لعند الإصابات أو إذا الناس تكشف لكن أنا بريء من كل هذا الموضوع هذا بدل على أخلاقياته العالية أنه صفات يستحق الإعجاب وفعلاً هو في هذه الحيرة وهو في هذا الأمر بين عقله وقلبه مدرك أنه مريم طاهرة لا تكذب وأنه صادقة وأنه كيف الناس رح تشوف هذا الموضوع أخذ الطريق الأصعب لكن الرب أكرم يوسف ظهر له ملاك الرب ظهر له في حلم وقال ليوسف لا تخفق يا يوسف أن تأخذ مريم امرأتك لأنه الذي حبل به فيها هو من الروح القدس وفعلاً كما يقول الكتاب المقدس أخذها ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر فصار الراعي والحامل مريم وأيضاً للطفل يسوع وأخذ الرحلة الطويلة إلى بيت لحم لتتميم النبوات من خلال الإحصاء اللي طلب أغسطس أنه كل شخص يكتتب في بلدته فكان لازم يروحوا لبيت لحم لأنه هو مريم من سلالة الملوك من النبي داود وتمت طبعاً إعلانات الله ونبوة الرب أنه ولد في بيت لحم وبعد من صرفوا إذا ملك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلاً قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك لأن هيرودوس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه متل ما ذكرت في البداية أحبائي شخصية يوسف شخصية بارة إنه بيتحلى بالصدق والأمانة والاستقامة أيضاً وإنه كان شخص مطيع لكلمة الله اللي بميز يوسف إنه ما بنسمعش كتير عنه لكن ما قيل عنه شيء مزهل في أخلاقياته وفي حياته أيضاً فيعتبر مثل صالح لمريم ويوسف أيضاً رغم إنه كان في بيئة صعبة جداً في الناصرة ولسيما في التعيير لربما بعض الناس عرفوا موضوع يوسف ومريم أليس هذا ابن يوسف وهكذا بنوع من الإهانة بيستهينوا في يسوع وفي إنجيل مرقص بقوله عبارة مسيئة ومهينة جداً لشخص المسيح وقالوا طبعاً هذا مش متبع بالعادات الشرقية أليس هذا ابن مريم يعني عن بهينه شخصية المسيح على كل حال شرعياً من ناحية السجلات الرومانية كان يعتبر يسوع ابن ليوسف أنا موجود في هاي الكنيسة اللي هي بنيت فوق البيت وين الملاك جاءوا بشر القديسة مريم العذراء وأيضاً نفس المكان وين الدكان بتاع يوسف وين كان بيشتغل في النجارة أو سواء بروح لصفوريا حتى يشتغل بالحجارة على أي حال إنسان طقي بخاف الله عايش في مركز إرادة الله العاوز أركز عليه مش أقوال قالها يوسف لكن دائماً منسمع عن شيء فعله يوسف منسمع عن يوسف لما الملاك جاءوا بشروا إنه اللي حبل بمريم هو من الروح القدس منسمع إنه هو أطاع وتقبل طريقة الله وهذا بدل على بره وعلى تقوى وعلى مخافته للرب الشيء الثاني لما تم الإحصاء والاكتتاب أخذ مريم فعلاً وذهبوا بالرحلة إلى بيت لحم وهناك يوسف سمع الأقوال من المجوس ومن الرعاة ما منسمع كلمة قالها لكن شو الوضع اللي كان هو موجود فيه وآخر ذكر لما مريم ويوسف كانوا بالعادي يروحوا كل سنة بعيده عيد الفصح ولما راحوا إلى القدس وهناك ظنوا أنه يسوع ظن يوسف يسوع مع مريم مريم ظنت أنه مع يوسف ولما صاروا مسيرة يوم رجعوا للهيكل وجدوا يسوع بعد ثلاثة أيام هناك كان يعلم وبيسمع وتعجبوا الناس من كلمات الحكمة اللي خرجت من شفتي قالت مريم كنا أنا وأبوك معذبين يعني كنا من ندور عليك كنا عم نطلبك بكلمات أخرى وين أنت موجود مكتوب ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي نشوف ولا كلمة حكى يوسف فإذا كان خاضع لما جاء من أجله يسوع المسيح واللي جاء يعملوا يسوع المسيح رجع يسوع إلى الناصرة مكتوب وكان خاضعا لهما ما منسمع أي ذكر ليوسف بعد سن 12 سنة على الأرجح أنه مات ولكن ترك بصمة أنه يسوع تعلم مهنة إنجارة وأنه يسوع تسمى بهذا الإسم وأنه دايما وينما تروح والناس بتتساءل بتتساءل عن يسوع ابن يوسف أو يسوع الناصرة لأنه ابن الناصرة فشهرة الناصرة هي شهرة يوسف ومريم هي شهرة يسوع المسيح والله استخدم واحد من أعظم الشخصيات الميلادية يوسف اللي كان خاطب مريم واللي اهتم فيها واهتم بيسوع المسيح إلى أن كبر وترعرع وهذا اندل على شيء أنه كان فعلا خاضع للرب وفي مركز إرادة الله نتعلم من يوسف دروس كتير من الطاعة من الخضوع من البر من التقوى من مخافة الله أنه كان مستعد يواجه الناصرة ويواجه العالم كله مهمش أي سمعة بالضر أو بالضر مريم ما كانش بيهتم أي شيء ممكن يقال عنه كان كل اهتمامه أنه يرد الله يهتم بمريم هذه العلاقة الحب الجميلة الصادقة يهتم بيها واهتمامه بالطفل يسوع جدير ويستحق بالإعجاب لهذه الشخصية العظيمة يوسف النجار الآن، فقال نعجب أن يوسف I think the unsung hero of the nativity account would have to be Joseph because look at his situation he finds out that his betrothed wife-to-be is pregnant and not by himself how would any male feel about that today? and so the searing decision he had to make was his wife unfaithful to him? if so, how would this impact the future? should he divorce her? in fact, that was the normal thing to do only he would do it privately لن تكون اللعبة المسلحة لجميع أن يجب عليها هذه صحة البيتاتي وأعتقد أن يجب فإن أخذك عندما يجب هي خطوية فإن أريد أن تساعد لإنهائه سفر النحر بعد أن تحجبه في toteبivery أو خرجه لكي أفعله أفعله مع رجلك والنالي ولكن من البعض هنا سفرمه الحوالٍ مطلعاً في مجرم في مجرم في رجال من المفترية قد قضي المتحدث عن مقابلة لا يتعب الإنسان وتتعب الإنسان كذلك النسائط بالتعب الإنسان وكذلك حدث فإنه م Straحيح كذلك مرحباً عمد فإنه حسنًا 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 بعد المنزل انه عيد فإنه وقت جداً وقامت جيدًا فإنه لأولاً حسنًا إلى الى الآخر التعب أعزائي في الختام يكفي أن نقول يوسف النجار هو يوسف البار نعم يمكن شهرة مريم وعظمة مريم يمكن كان أخفى نور يوسف البار لكن نوره يستع أحبائي وعملوا وما فعلوا مازال صدى إلى يومنا هذا يوسف اللي عاش حياة فقيرة وذهب إلى بيت لحم لم يكن له موضع ولما ولد يسوع ولد في مدود ما كانش عنده حتى الإمكانيات ولما راح مع مريم إلى الهيكل لتطهيرها ما كانش فيه أي تقدمة إلا تقدمة الفقراء لكن كان راضي الحال كان بيعتمد على نفسه كان بيشتغل وكان بيهتم بالعيلة كان بيهتم بمريم وبيوسف وكان مدرك واحد من أعظم الأسرار الإلهية أن هذا الطفل يسوع هو ابن الله هو مخلص البشرية كان يدرك أن هذا الطفل اللي عاش حياة بسيطة في الناصرة هو مخلص العالم وأن هذا يسوع سيصنع الفداء العظيم الله استخدم يوسف الله استخدم مريم وابتدأت هذه القصة من البشارة هون في الناصرة وما زال هذه الأخبار الصارة الأخبار المفرحة الإنجيل المقدس ينتشر في كل العالم بسبب هذه العائلة المقدسة اللي ابتدوا حياتهم حياة بسيطة متواضعة في قرية الناصرة بصلي من كل قلب أنك تبارك في هذا التعليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر